اشتركوا في القناة لماذا الصمت الدولي والتعتيم على هذه القضية وما مدى التورط البريطاني في قمع الحريات في البحرين المحتجون على نتائج الانتخابات يوسعون دائرة اعتصامهم عند مداخل المنطقة الخضراء في بغداد العراق بين التهديئة والتصعيد هل من مكان للحوار لحل الأزمة والتجنيب البلاد مزيد من الاحتقان دمشق تشارك في المنتدى الاستخباري العربي الأخير في القاهرة كيف يقرأ الحضور السوري في ظل الواقع الأمني والعسكري المرتبط بدمشق والتغييرات السياسية في المنطقة وفي قضية اليوم تل أبيب تدير ظهرها لروب مالي قبيل محادثات فيينة تخوف كبير في إسرائيل من أي اتفاق نووي وسط تطورات الميدانية المنافية لرغباتها في المنطقة هل بات القلق الوجودي مبررا؟ كما في فلسطين معركة الأمعاء الخاوية في البحرين لكن من دون مواكبة أعلامية حيث تبقى البحرين القضية المنسية إذ يواصل عبدالجليل السنجيس أحد وجوه المعارضة البحرينية السلمية والأكاديميين المعروفين إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 120 يوما منذ تموز يوليو الماضي يواصل المهندس البحريني المعارض عبدالجليل السنكيس إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا للانتهاكات المستمرة بحقه هو الذي يقضي حكما بالسجن المؤبدي لمشاركته في ثورة الرابع عشر من شباط فبراير المعارض السلمي والأكاديمي المعتقل منذ بداية الحراك البحريني المعارض عام 2011 خسير نحو 20 كيلوغراما من وزنه حتى الآن ما يعرض حياته لخطر كبير المعلومات عن الرجل المصاب بالشلل منذ طفولته شحيحة لسيما وأنه في المستشفى العسكري تحت حراسة مشددة لكن أقربه أفادوا أنه يتعرض إلى نوبات دوار ويفقد توازنه في الفترة الأخيرة وعلى مدى السنوات تدهرت صحة السنكيس بسبب الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الذي يتعرض له في السجن إضافة إلى المضايقات والانتهاكات المعنوية وبينها استمرار مضايقات حراس السجن الذين يراقبون مكالماته الهاتفية ويقطعون عنه الاتصالات من دون سابق إنذار ويمنعونه من النوم داخل زنزانته فيما صدر عمل بحثي كان ينجزه خلال سجنه وسبق للسنكيس أن تولى منصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين وله تاريخ طويل في المعارضة السلمية في المجال الحقوقي للمطالبة بالحرية السياسية ورفضا للقمع وتنشط حملة دولية سياسية وأكاديمية للمطالبة بإطلاق ثراح السنكيس ولسيما أنه يعاني من الشلل وأمراض القلب والضغط والإمضائه أكثر من عشرة أعوام في السجن بحكم محكمة عسكرية فيما هو مدني موسى سرور مراسل المايدين معنا من لندن لماذا موسى القضية منسية أو يتم عمدا تنسيها وماذا عن التورط البريطاني فيما يجري في البحرين تحديدا لناحية السجناء والتعذيب بالتأكيد الأمر مرتبط بالمصالح السياسية المصالح الغربية ليس فقط في البحرين بل أيضا مع السعودية لاعتبار أن البحرين تمثل أهمية استراتيجية للمملكة العربية السعودية وما قامت به السعودية منذ بداية الانتفاضة الشعبية في البحرين من خلال تدخولها العسكري في مساعدة السلطات المنامة لقمع الانتفاضة البحرينية وبالتأكيد أيضا بسبب المساهمة البريطانية في دعم سلطات المنامة هناك الكثير من الأمثلة على التورط البريطاني في مساعدة السلطات المنامة في قمع الحريات لسيما فيما يتعلق به على سبيل المثال بالبرنامج السري الذي كشفت عنه الصحافة البريطانية التي تقدم من خلاله السلطات البريطانية تمويل لمؤسسات متهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون البحرينية أيضا هناك تدريب متواصل للشرطة الملكية البحرينية من قبل بريطانيا أيضا هناك إذا صح التعبير الوقوف البريطاني السياسي إلى جانب سلطات المنامة هناك زيارات متتالية لمسؤولين بحرينيين من العائلة المالكة إلى لندن ولي العهد السعودي حتى الآن منذ استلامه هذا المنصب زارة بريطانيا ثلاث مرات ومنها زيارة سرية لتعزيز هذا التعاون البريطاني وأيضا هناك قاعدة عسكرية بريطانية تم إنشاؤها في البحرين لتوفير الأمن لسلطات المنامة وبالتالي هناك اتهامات بتآمر بريطاني وتواطؤ بريطاني في مساعدة السلطات البحرينية في قمع الحريات وتحديدا فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة داخل السجون البحريني محمد الفهد من بغداد الموقف العراقي من الأزمة البحرينية سيمة وأنه كان في شبه وساطة نستطيع أن نقول عراقية فيما يتعلق تحديدا بقضية المرجع عيسى قاسم نعم علا منذ فبراير عام 2011 انطلاق الاحتجاجات في البحرين أو انتفاض البحرينية لإصلاح الوضع السياسي هناك كان الموقف العراقي ثابت كما هو الحال مع القضايا العربية الأخرى لجهة أن العراق الرسمي كان موقفه ثابت باتجاه الدعوة إلى الحوار والاستماع إلى مطالب الجمهور وحل الأمور وفق القانون والدساتير المعمول بها في تلك البلدان وتجنب التصادم والميل إلى استخدام القوة ضد المحتجين هذا هو الموقف العراقي منذ الأحداث في البحرين منذ العام 2011 وحتى يومين هذا أربعة حكومات عراقية كانت السياسة الخارجية لها ثابتة تجاه قضايا الأمة والقضايا العربية ولا سيما الأزمات الداخلية كذلك العراق كان له الدور البارز عندما كان هناك استهداف مباشر للزعيم الروحي للمعارضة البحرينية آية الله الشيخ عيسى قاسم وبالتالي العراق كان نشطا في هذا الموضوع والعراق قام باستضافة المرجع الأعلى في النجف ووفر له كل الدعم من أجل تجنيب البلاد ربما انزلاقا كبيرا نحو العنف وبالتالي كانت هذه الخطوة العراقية من الخطوات التي تحسب لبغداد ولمواقفها تجاه القضايا العربية وبالتالي هي أطفأة نار فتنة ربما كادت أن تطيح بالسلم المجتمعي في البحرين موسى أعود إليك هل يمكن للتحركات الداخلية البريطانية للضغط على الحكومة أن تأتي بنتائج للإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين بالتأكيد خصوصا إذا جاءت هذه التحركات من بعض النواب هناك عريضة برلمانية على سبيل المثال هذه العريضة مهمة جدا وقع عليها حتى الآن نحو 25 برلمانية بريطانية من مختلف الأحزاب السياسية البريطانية أهمية هذه العريضة أيضا أنها تضمنت مطالب مهمة جدا منها الإفراج الفوري غير المشروط عن الأكاديمي عبدالجليل السنكيس فضلا عن تطبيق قانون ماجنسكي على المتورطين في سجن الأكاديمي السنكيس أيضا في المطالبة بالإفراج عن بقية السجناء السياسيين ولسيما الأستاذ حسن شيمع وأيضا من ضمن هذه العريضة المطالبات بإعادة البحث العلمي الذي أجراه السيد عبدالجليل السنكيس وبالمناسبة هذا البحث يتناول موضوع ثقافي عن اللهجات والأمثال الشعبية في البحرين وأيضا علمت من بعض النشطاء في البحرين هنا المتواجدين في بريطانيا أن هناك خطوات تصعيدية من جريبهم لتضامنا مع السيد عبدالجليل السنكيس منها على سبيل المثال السيد علي المشيمع سيقوم من يوم الاثنين بالإضراب عن الطعام أمام السفارة البحرانية تضامنا مع السيد سنكيس وللمطالبة بالإفراج عن الأكاديمي عبدالجليل السنكيس للأسبوع الرابع على التوالي تتواصل في العراق اعتصامات المنطقة الخضراء والمعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية وفي خطوة تصعيدية وسعى المحتجون دائرة اعتصامهم عندما داخل المنطقة الخضراء مطالبين بتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمة صلاح لخزاعي هذه هي بوابة المنطقة الخضراء المعروفة بباب التخطيط وهذا الشريط الأمني هو من عناصر أمن الحشد وهذه هي خيم المعتصمين نصبوها في هذه النقطة الحشود التي انضمت للمعتصمين اندفعت باتجاه البوابة قبل أن تصدها قوات أمن الحجد وتمنعها من التقدم في خطوة تصعيدية جاءت خلافا لدعوات التهدئة التي تم الاتفاق عليها ضمن الإطار التنسيقي هي خطوة تصعيدية أخرى لعدم استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين وهذه الاعتصام سيكون مفتوح إلى أن تلبية المطالب الحقيقية والأصوات التي سرقت والدماء التي أرقت التي راح ضحيتها شهداء وجرحى المعتصمون يؤكدون أن تصعيدهم لا يتعارض مع دعوات التهدئة لأنه لم يخرج عن إطار حقهم القانوني في التعبير عن رفضهم لتسويف مطلبهم في تقديم المشؤولين عن قتل المتظاهرين إلى المحاكمة التهدئة يجب أن لا تكون على حساب دماء شهداء وأن لا تكون هناك توافقات أو اتفاقات سياسية بين الجهات معينة على حساب أرواح المتظاهرين ودماءهم التي أريقت ويجب أن لا تكون هناك تسويات وتهدئات على حساب الأصوات التي تم سرقتها لأن هذا يؤسس إلى عملية سياسية فوضوية في العرق الخطوة التصعيدية قابلتها الحكومة بمزيد من تجديد الإجراءات الأمنية عندما داخل المنطقة الخضراء تحسبا لمرحلة جديدة من التصعيد إذ يبدو أن المعتصمين متمسكون بمطلبهم بعيدا عن أي تفاهمات سياسية وهذا يؤشر على صعوبة التوصل إلى تسوية إلا من خلال قناة اتصال مباشرة معهم يقول مراقبون صلاح الخزاعي بغداد الميادين محمد الفهد دعوات إلى التصعيد المنضبط أي رسائل حتى هذه اللحظة أن الواقع ربما يشير إلى هناك حدود معينة ربما رسمتها اللجان المنظمة للاعتصام وللاحتجاجات خلال دعوات التصعيد مثل ما حدث قبل أيام وأيضا ما حدث يوم أمس أن المحتجين يصلون إلى نقاط نقاط ستراتيجية مهمة بالنسبة للمنطقة الحكومية ولبغداد وهي قطع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وإغلاق بواباتها وبالتالي هناك رسائل ربما يريد أن يوصلها هؤلاء بأنهم قادرون على منع خروج من يوجد داخل هذه المنطقة من خلال الجمهور وغلق كل مداخل المنطقة الخضراء ثم يعود المحتجون أدراجهم إلى الأماكن المخصصة للاحتصام وبالتالي على ما يبدو أن الوضع فيما يخص يعني الانتخابات والاعتراض عليها الآن ليس كما قبل الحدثين البارزين وهو تصادم المحتجين مع قوات الأمن وسقوط ضحايا واستهداف مزل رئيس الوزراء بالتالي المؤشرات الآن تذهب إلى أن هناك تصعيدا ربما محددا ومنضبطا من قبل قائمين عليه وأيضا تعامل حذر من قبل الجهات الحكومية بالإضافة إلى حراك سياسي متعدد المسارات وهو يوحي إلى أن الأفريقاء بالعراق قد شعروا بخطر يهدد الجميع بمعنى أي تصادم يحدث في العراق أو أي خروج عن السياقات السلمية والقانونية أو استهداف المحتجين ربما سيؤذي الجميع ولا يسلم منه أحد لذلك ربما كانت الآن أو كان الحراك الآن هو باتجاه إيجاد نقطة التقاء حتى لو كلفت بعض الأطراف نوعا من التنازل عن بعض حقوقها من أجل العبور بالعراق إلى بر الأمان ريدالباشا مراسل ما يدي معنا من حلب تأثير اضطرابات الساحة العراقية على الساحة السورية أولا بطبيعة الحال التربات في العراق كانت دائما تنعكس مباشرة على الساحة السورية منذ الغزو الأمريكي إلى العراق وما ترتب عليه من أحداث أمنية بين عامين 2003 حتى 2011 كانت هناك أحداث أمنية نتيجة للفلتان الأمني الذي شهده العراق ومن ثم أيضا الجميع يذكر بأن داعش بدأ اجتياح الأراضي السورية بشكل أساسي انطلاقا من الأراضي العراقية لذلك أي اضطراب في العراق ينعكس مباشرة على الداخل السوري ومن هذا المنطلق دائما دمشق تدعو للتهدئة تدعو إلى محاكاة الأمور بطريقة أكثر هدوء وأكثر روية لما له من إعكسات وأرتدالات على الداخل السوري بشكل مباشر خاصة وأن المنطقة منطقة البادية السورية المتصلة بالبادية العراقية وصولا إلى الرمادي هذه المنطقة متزال تشهد حضور ونشاط متجدد لخلايا داعش سواء برعاية مباشرة من الجانب الأمريكي أو الخلايا داعش التي المنفلت المتواجدة في هذه المنطقة الاضطرابات في العراق ستؤدي إلى زيادة نشاط هذه الخلايا وهذا ما يشهده الداخل السوري خاصة في الأيام الماضية حيث سجل أكثر من مرة الطيران الحربي السوري إلى جانب الطيران الحربي الروسي وطيرات الاستطلاع تستهدف مقرات نشطة لداعش بدأت تنشط قرب الحدود السورية العراقية إضافة إلى البادية الوسطى في سوريا وهذا اندل فإنما يدل هو امتداد لمشاهداته أيضا بادية الرمادي ومنطقة الرمادي في العراق في الفترة الأخيرة وما يترتب عن حالة الاضطراب التي تشهدها بغداد بعد الانتخابات بطبيعة الحال سيؤدي إلى بعض كما يقال الارتداد الأمنية التي يمكن لداعش أن يستفيد منها ويستغلها للتحرك سواء في الداخل السوري أو الداخل العراقي أعود إليك محمد الفهد هل هناك بعد أمال بحل أزمة الاعتراض على الانتخابات أم الطريق طويل ومعقد ولا حلول بالتالي حتى هذه اللحظة هناك مساعي جادة لتدوير الزوايا الحادة من الخلافات بين الأفريقاء ولا سيما من قبل الزعامات السياسية حتى تلك التي تعمل تحت مظلة ما يعرف بالإطار التنسيقي وهي الكتلة المعترضة على نتائج الانتخابات هناك مواقف مرنة ظهرت من زعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي من زعيم تحالف الفتح لكن مع الاحتفاظ ببعض المواقف تجاه مفوضية الانتخابات وبعض المؤشرات التي وضعها الإطار ولا سيما أن هناك اتهام بالتلاعب بالأصوات هناك تلاعب سيبرانين كما قال زعيم تحالف الفتح هناك مساعي ربما لتدوير هذه الأزمات تدوير الزوايا الحادة فيها ورفع بعض العقبات أمام عجلة مساعي الحل التي ربما تقودها أطراف حتى من خارج المكون الشيعي نتحدث هنا عن حراك كردي من الحزبين التقليديين كان في بغداد وعقدها اجتماعات متعددة ونتحدث أيضا عن اجتماعات مع القوى السنية الفائزة مع قوى الشيعية وبالتالي ربما الجميع الآن بدأ يبحث عن كل الخيارات الممكنة وأيضا بدأ يذهب إلى ربما التراجع خطوة إلى الوراء ووضع التصعيد في الخيارات الأخيرة من العمل السياسي وبالتالي نحن الآن أمام حراك سياسي هذا الحراك إذا لم يفضي إلى اتفاق حول شكل الحكومة المقبلة ومن سيقودها ربما ستبقى الأزمة قائمة في وقت يقول المحتجون بأنهم باقون لحين تنفيذ مطالبهم ومن هذه المطالب غير المطالب الانتخابية هي محاسبة من أطلق النار على زملائهم كما يقولون وبالتالي هذه المطالب أيضا تحتاج إلى تحرك من مسار ثاني من قبل الحكومة والجهات القضائية إذا حلت مسألة الاحتصامات ربما المشهد السياسي وإن كان شائكا ربما سيحل بالحوارات المستمرة وكذلك التوافقات التي احتاد عليها الأفريقاء في بلاد الرافدين المزيد من الإشارات عن تسويات عربية جديدة مع دمشق سوريا تشارك في المنتدى العربي الاستخباري في القاهرة إلى جانب السعودية ودول أخرى باتت على قناعة بفشل محاولات تغيير النظام هناك في ظل سمود الجيش السوري لا تؤشر المعطيات المتوالية على الأرض إلا على أن المطلب العربي الجامع بات كسر عزلة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية زيارة وزير الخارجي الإماراتي إلى سوريا وقبلها الاتفاقيات مع الأردن فتحت الباب أمام تساؤلات عن المسؤول الخليجي التالي الذي سيتوجه إلى سوريا ربما هذه الصورة لمشاركة مدير إدارة المخابرات العامة السورية في المنتدى العربي الاستخباري في القاهرة تجيب على السؤال اللواء حسام لوقا التقى رؤساء الأجهزة الأمنية العربية في المنتدى الذي ألقى الرئيس المصري خلاله كلمة ثمن فيها جهود الجميع لتعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية والمعلوماتية وبذلك تكون سوريا منخريطة في هذه الجهود علنيا وبموافقة ومشاركة الحاضرين مشاركة دمشق في منتديات كهذه وإن لم تكن الأولى تندرج ضمن المعطيات الباقية كإشارة على توصل الدول المجتمعة ولسيما الخليجية التي انخرطت في مشروع تغيير النظام في سوريا منذ بداية الأزمة إلى قناعة راسخة بفشل المؤامرة الأمريكية المدعومة منها وصمود الجيش السوري واستعادته لمعظم الأراضي والأهم أن نفك أواصر العلاقة الاستراتيجية بين دمشق وتهران خط أحمر النفي كان سابقا نصيب خبر جرى تداوله عن زيارة وفد سعودي برئاسة الفريق خالد لحميدان لدمشق ولقاء الرئيس الأسد واللواء علي مملوك لتمهيد لفتح السفارة السعودية واستعادة العلاقات على جميع المستويات لكن ربما تنبيء هذه الصورة بسير الأمور نحو تسوية قريبة سورية سعودية وإعادة فتح صفحة جديدة وفي هذا السياق كشفت وثيقة أردنية وملحقها السري أن الهدف النهائي مما يمكن وصفه بالتطبيع العربي مع دمشق هو خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا البلاد بعد عام 2011 من الأراضي السورية بما في ذلك انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من شمال شرقي سوريا وتفكيك قاعدة التنفي الأمريكية قرب حدود الأردن والعراق رضا الباشا أعود إليك طبعا المشاركة السورية ليست المشاركة الأولى من نوعها في هكذا منتديات لكن كيف تقرأ في ظل التطورات الأمنية والعسكرية خاصة عندما نتحدث عن شرق الفراط أو الشمال حتى نعم علا دعينا نبدأ من تطور الأحداث الذي شهده الجنوب السوري وتحديدا مدينة درعة والتسوية الأمنية التي حدثت في هذه المنطقة جنوب سوريا كان معروف بأنه الملعب الأساسي للفصائل المسلحة المدعومة سعوديا أو المدعومة أردنيا أو المدعومة من الدول العربية في الخليج هذه التسوية التي أفضت إلى إنهاء هذا الملف وإنهاء الصرع في هذه المنطقة بشكل كامل وكان قبل ثلاثة أشهر من الآن أعطى خزان كبير من المعلومات سواء للأمن السوري أو للسلطات السورية عن بعض الفصائل المسلحة وبعض المسلحين ومن يمكنه أن يشكل تهديدا في المستقبل للدول العربية أيضا إذا من سحبنا في هذا الملف إلى الشمال السوري وتحديدا عند منطقة ريف حلب الشمالي وصولا إلى منطقة شرق الفراط والتهديدات التركية باستخدام الفصائل المسلحة من السوريين أو أحتى الأجانب باجتياح مناطق في سوريا سواء مناطق تهضع لسيطرة مسلحين قسد أو مناطق تخضع لسيطرة الدولة السورية في ريف حلب الشمالي هذه الفصائل هي الفصائل ذاتها التي استخدبتها تركيا في الحرب في ليبيا وفي مواجهة الأحداث التي شهدتها ليبيا عند الحدود المصرية وهذا يعني أنه يمكن استخدام هذه الفصائل تشكل تهديدا للعديد من الدول العربية وخاصة مصر التي استضافت أعمال هذا المنتدى الذي شارك فيه اللواء حسام لوقا كما ظهر في الصورة المتداولة وهذا يعني بأن الدور السورية في فعليا أهداف هذا المنتدى وأهداف هذا المؤتمر الاستخباراتي الأمني لا يمكن أن يكون هذا المؤتمر يحقق أهدافه إلا بخزان المعلومات الكبير الذي تمتلكه السلطات السورية وخاصة السلطات الأمنية السورية سواء عن المسلحين السوريين الذين يعملون لخدمة مصالح إقليمية وهذا ما أكد عليه الكلام الرئيس السيسي المصري عبد الفتاح السيسي عندما أكد عن تهديدات لبعض الدول المنطقة وهنا نشير إلى لا بد من الربط بينما قامت به تركيا من نقل مسلحين سوريين إلى ليبيا والتهديدات التي تتحدث عنها الرئيس السيسي بأنها يمكن أن تشكل تهديدا لبعض الدول العربية من هذا المنطلق يأتي بمشاركة سوريا لكي تستكمل المشهد ويكون المشهد كاملا وتتمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها موسى شرور الموقف البريطاني من عودة العلاقات مع سوريا ليس هناك لا تعليق رسمي حتى الآن حول عودة العلاقات العربية إلى سوريا ولكن ما فهمتم من بعض المصادر بأن هذا القرار تعنى به الدول العربية هذا قرار شأنها ولكن بريطانيا لازلت على موقفها منذ عام 2012 منذ أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية وأغلقت سفرتها في دماشق هذه استئناف العلاقات مع دماشق بحسب البريطانيين مرهون بالعملية السياسية والوصول إلى حل سلمي بموجب القرار الأممي 2254 وبحسب الخارجية البريطانية تعتبر أن هذا هو المسار الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا وعلى هذا الأساس أيضا تشتريت بريطانيا بتمويل إعادة إعمار سوريا وبالتالي هي تقول الخارجية بأن الأمر مرتبط بالعملية السياسية وتحقيق ما يطلبه الشعب السوري ولكن كما تعلمين أن الدولة البريطانية ساهمت بشكل كبير في تأزيم الأزمة السورية منذ بداياتها هي دعمت المعارضة رعت الكثير من المؤتمرات هنا في العاصمة لندن وكانت دائما تطالب رحيل الرئيس السوري ولكن منذ تقريبا سنتين بدأت حدة هذه المواقف تخف تجاه سوريا ربما يمكن القول أن الأمر مرتبط بانتصار الدولة السورية على الإرهاب وبالتالي هزيمة الكثير من الدول التي دعمت المعارضة وتحديدا الإرهابيين وكما تعلمين أيضا أن هناك الكثير من الجهاديين إذا صح التعبير أو المتشددين البريطانيين الذين ذهبوا إلى سوريا وبغض طرف السلطات البريطانية وربما بإعاز منهم للتخلص منهم كما تقول بعد استقارير إلى سوريا وبالتالي هناك مساهمة كبيرة للحكومات البريطانية منذ ديفيد كاميرون مرورا بتاريزة ماي إلى بوري جونسون في الأزمة السورية وضلوع كبير للحكومة البريطانية هناك مساهمات مالية بأكثر من خمسة مليارات دولارات للمعارضة السورية ردا الباشا كنت سألتك عن ربط المشاركة في ظل تطورات الأمنية والعسكرية في سوريا لكن ماذا عن ربط المشاركة في ظل تطورات السياسية في المنطقة تحديدا نتحدث طبعا عن تطورات سياسية متعلقة بسوريا عولا لا يمكن أن يقرأ الانفتاح السياسي العربي باتجاه سوريا بعيدا عن الملف اليمني أولا وأيضا على ما تشهده الساحة اللبنانية إضافة إلى ما تبقى من نفوذ لبعض دول الخليج في الساحة السورية وتحديدا منطقة شرق الفورات عندما تهدد تركيا منطقة شرق الفورات هذا يعني بأن تركيا تسعى للقضاء على آخر أمل لنفوذ بعض الدول الخليجية في سوريا وتحديدا في تهديدها لمناطق العشائر العربية المتواجدة سواء في الرقة أو الحسكة أو في دير الزور وتحتها مسهمة بأنها تهاجم مناطق تسيطر عليها قصد ومن هنا تشعر هذه الدول بأنها ستفقد كافة الأوراق الناحية الثانية سوريا شكلت على مدار الفترة الماضية عندما كانت سوريا تلعب الدور الأساسي كضابط للإيقاع في البنطقة سواء في الملف اللبناني أو في باقي الملفات خاصة في العلاقة الإيرانية مع الدول العربية تضعيف سوريا أدى إلى خلل كبير في هذا الإيقاع واليوم تشعر هذه الدول خاصة بعد تطور الملف اليمني وتقدم القوات اليمنية باتجاه مأرب إضافة إلى ما يحدث في الحديدة بات لابد للدول العربية من أن تحفظ ما يمكن أن تحفظه لها في هذه العلاقة ولربما هذا ما دفعها للجوء إلى دمشق ولربما أيضا يقع من خلال تصريح وزير الخارجية الأردن الذي قال ماذا استفدنا بعد 11 عام ماذا تمكننا من تحقيقه خلال 11 عاما من الحرب مع سوريا لم نتمكن من تحقيق أي شيء وكان الأردن خاسرا في هذه العلاقة سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا وهل على هذا الأمر سيترتب عليه الذي سفقت الإمارات وإنما دول عربية أخرى سمعنا بعض الأصوات في الكويت وطالب أيضا عمان كان لها موقف إيجابي وطبعا موقف العماني كان متميزا خلال الفترات الماضية كل شكر لك رضا الباشا ومحمد الفهد وشكر أيضا موصول لموسى سرور على مشاركتكم مشاهدين فاصل ونحلل بعده قضية اليوم اسرائيل تعيش قلقا جديا قبيل المباحثات النووية فالإعلام الإسرائيلي يتوقع أزمة مع واشنطن عشية مفاوضات فيينا فإيران على أعتاب أن تصبح دولة نووية وما بيد إسرائيل حيلة وعلى جبهة سوريا يعود العرب تدريجيا إلى دمشق من دون دخول دمشق محور التطبيع وما في اليد حيلة وفي لبنان تتنامى قدرات حزب الله العسكرية مع نجاح في تجنب أفخاخ الفتنة وما بيد تل أبيب حيلة أيضا فما أوراق تل أبيب؟ وهل من أزمة مرتقبة حقيقة مع واشنطن؟ وهل بات القلق الوجود مبررا فعلا؟ إذن تنوي تل أبيب التعامل بإيجابية مع زيارة المبعوث أو لا تنوي التعامل بإيجابية مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روب مالي الذي سيزور إسرائيل والسعودية والإمارات يبدو ثقيلا الحمل الذي ينتظر تل أبيب فعلى أعتاب انطلاق المفاوضات النووية مع إيران أواخر الشهر الحالي يعيش كيانو الاحتلال هاجس دفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم توقيع الاتفاق تحسست واشنطن قلق حلفائها في المنطقة إزاء المفاوضات فأوفدت مبعوثها الخاص لإيران روب مالي لإجراء مشاورات مع السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل الإعلام الإسرائيلي استبقى المفاوضات النووية بدق ناقوس الخطر متوقعا اندلاع أزمة بين حكومة رئيس الوزراء نفتالي بنت مع إدارة بايدن هي أزمة جعلت بنت ولبيد يحيدان عن لقاء بايدن بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤول كبير أن العودة للاتفاق النووي خطأ كبير وأن إيران تواصل التقدم في برنامجها النووي مشيرا إلى أن استعدادها للتفاوض يهدف فقط إلى كسب الوقت وعلى وقع زيارة مالي إلى المنطقة وقرب حصول إيران على رتبة دولة نووية تتوعد تل أبيب بتكثيف استعداداتها لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية ربما يندرج ذلك في إطار محاولات التعويض مع ما يرافق الاحتلال من عقد متراكمة ممتدة من سوريا التي يعود إليها العرب تدريجيا من دون دخول دمشق في محور التطبيع إلى لبنان الذي يشهد تناميا مضطردا في قوة المقاومة العسكرية وتجنبها أفخاخ الفتنة وصولا إلى اليمن حيث يتراجع محور التطبيع في ظل أهزيمة عسكرية كبرى عنوانها مأرب كل هذا القلق المتعاظم يأتي وسط حكومة إسرائيلية مترنحة ربما تكون الأضعف في تاريخ الاحتلال ضعف ربما يجعل القلق الوجودية في إسرائيل سؤالا مشروعا محل الميادين لشؤون الإسرائيلية دكتور عباس إسماعيل دكتور بداية الإسرائيليون في أي سياق يضعون هذه الزيارة وماذا ينتظرون منها؟ بداية الإسرائيليون لا ينظرون بعين الرضا إلى روب مالي من حيث المبدأ باعتبارهم يعتبرون أنهم المسؤول أساسا منذ أيام ولاية باراك أوباما عن الاتفاق النووي الأساسي الذي كان مع إيران ويحملون الآن أيضا مسؤولية المصاري الذي تسلكه الولايات المتحدة في مقاربة ملف النووي الإيراني وبالتالي هم لا ينظرون بعين الرضا إلى هذا الموضوع وربما هذه الصورة تجلت في أكثر من الصورة من خلال التسريبات من أن رئيس الحكومة نفتة لبنت لن يلتقي مالي وكذلك وزير خارجية وفي هذا إشارة إلى أن الإسرائيليين لا يعولون كثيرا على زيارة مالي وإن كانوا يضعونها في إطار سعي مالي لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وإسرائيل من ضمنهم وبالحد الأدنى إظهار بأنه يتم التنصيق معهم ولا ننسى أنه منذ تولي نفتة لبنت لأسة الحكومة ووصول بايدن إلى البيت الأبيض جرى الحديث في إسرائيل عن اتفاق إسرائيلي أمريكي بأن لا يفاجئ أي طرف الطرف الآخر وبالتالي يمكن وضع هذه الزيارة في سياق التنصيق والإطلاع ولكن لا أحد في إسرائيل يعلق أمال على هذه الزيارة ومنذ الآن بدأت انتقادات تظهر في إسرائيل للمضاولة المفاوضات الجديدة التي ستجري آخر هذا الشهر بين الولايات المتحدة الأمريكية والإيران في فيينا ملح مريا محلل الميادين لشؤون الإيرانية إيرانيا كيف تقرأ هذه الزيارة؟ سيما أن إيران هي محور محادثات مالية أولا بحسب ما هو معلن تهدف هذه الزيارة إلى أمرين الأول هو التباحث حول بواعث القلق من ما يسمى لدى أمريكا وحلفائها أنشطة إيران المزعزة على الاستقرار في المنطقة والأمر الثاني هو الجولة السابعة من مفاوضات فيينا التي ستعقد في نهاية هذا الشهر الحالي طبعا أعتقد بأن الأمر الرئيسي الذي يدفع روبرت مالي إلى هذه الزيارة هو توضيح الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها لحلفائها في المنطقة من هذه المفاوضات وتبديد القلق والمخاوف لدى الحلفاء من عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي بشكله المبرم والمتفق عليه في عام 2015 دون أي إضافات دون أي شروط تقيد برنامج إيران النووي تقنيا أكثر من السابق وأيضا تقيد أنشطة إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي أعتقد بأن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع روبرت مالي إلى هذه الجولة وبالتالي هذا الأمر معنية به الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بتحسين صورتها والحفاظ على مصالحها والحفاظ على حلفائها في المنطقة بعد الهزيمة الكبرى التي تعرضت لها في أفغانستان وأيضا بعد انكسار هيبتها أكثر من مرة في المياه الخليجية وفي العراق من القوات الإيرانية وبالتالي إيران حقيقة غير معنية بتوضيحات أمريكا لحلفائها إيران معنية بالدرجة الأولى بممارسات أمريكا الفعلية التي ستستكشفها خلال الجولة السابعة من المفاوضات فينا نهاية هذا الشهر الحالي والتي سيبنى عليها الكثير حقيقة إن كان استمرار هذه المفاوضات للوصول إلى نتيجة أو إن كان حقيقة انسحاب إيران من هذه المفاوضات وبالتالي سيترتب على هذا الأمر مرحلة جديدة في المنطقة محلل المايدين لشؤون السياسية ودولية قاسم عز الدين يعني حدثنا إذا أمكن بالتفصيل أكثر عن أسباب قلق إسرائيل الوجودي وماذا أمامه بالتالي من خيارات إسرائيل لتخفيف هذا القلق حقيقة عبارة قلق هي مخففة إسرائيل تعيش أرق وجودي وليس فقط مجرد قلق معنى ذلك أن المسائل التي تفرض نفسها على إسرائيل وتسبب لها هذا الأرق هو وجودها بالأساس هو مبرر وجودها بالأساس كانت الإسرائيل تعتمد على قوتها العسكرية لإثبات وجودها ولإخضاع العرب ولإخضاع الفلسطينيين هذا الأمر قد ولل وانتهى أمره من 2006 بشكل مباشر وأخيرا تتوج بمعركة العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة ومعركة سيف القدس الملحق بهذا الأرق الذي يسبب لإسرائيل أرق وجودي أنها ليس فقط لم تعد قادرة أن تكسب حربا عسكرية بل أيضا أن أي معركة عسكرية يمكن أن تكسبها لا يمكن ترجمتها بالسياسة على سبيل المثال في حرب أكتوبر 1973 هزمت عسكريا أو خسرت معركة عسكرية لكن العدو الذي كان يواجه إسرائيل على العرب في تلك الفترة قدموا تنازلات سياسية لم تأخذها إسرائيل في الحرب اعتمادا على الصلح والمساومة والمفاوضات إلى آخرين الآن نجد محور المقاومة ليس فقط مستعدا عسكريا وقادر على هزيمة إسرائيل على كل المستويات وعلى وسع الجبهة من مقرب إلى الجولان وأبعد من ذلك بل أيضا هذا المحور يخوض معركة ويخوض حرب وجود وليس حرب حدود ضد إسرائيل وبالتالي لا يقدم تنازلات هذا الأرق الفعلي الأرق الوجودي لإسرائيل يغرقها في أزمتها الداخلية كل ما يتشعب عن ذلك من أزمات داخلية من علاقاتها مع الولايات المتحدة مع الدول الأخرى قال أن التفكك الداخلي هو ناتج عن السبب الأساسي والعمق بأن إسرائيل لم يعد لها مبرر وجود ولم تعد قادرة على حماية هذا الوجود دكتور عباس إسماعيل أعود إليك أين الحليف الأمريكي من هذا التهديد لإيران؟ واضح كما ذكر قبل قليل سفير الإسرائيل في الأولى المتحدة قلعاد أردان قبل قليل كانت تجن معه مقابلة وقال أنه ليس سرا أنه هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يحصل بمقاربة الملف الإيراني واضح أن الولايات المتحدة لديها حساباتها لديها رؤيتها لديها تشخيصها وإسرائيل بالمقابل لديها حسابات مختلفة هناك سعي حسيس من قبل المسؤولين الإسرائيليين لجلب أو إحضار أو أن تأتي الولايات المتحدة إلى جادة الإسرائيلية في مقاربة الملف الإيراني لم تنجح إسرائيل في هذا الموضوع حتى الآن وزيارة روب مالي لا يتوقع أن تحدث هذا الفرق وواضح بأن إسرائيل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أساسا إسرائيل لا تريد الاتفاق وهي كان ضده في 2015 وهي ضده الآن وهي إذا كان ولا بد من الاتفاق فهي تأمل أن تذهب الولايات المتحدة أولا للتفاوض على هذا الاتفاق وفي يدها خيار عسكري جدي وعقوبات وفي المقابل أن تدخل تحسينات جوهرية على هذا الاتفاق بما تخص القدرات الإيرانية الدفاعية الصاروخية دور إيران الأقليمي هذه المطالب الإسرائيلية حتى الآن لا تلقى أذانا الأمريكية الصاغية ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك إنما الاعتقاد الأمريكيين بأنه إذا أردت أن تطعف أطلب المستطاع إذا طلبت هذه الأمور من إيران إيران سوف ترفض وبالتالي هي لا تستطيع أن تذهب إلى الخيار الآخر الذي أيضا تسعى إسرائيل إليه وهو أن تدفع الولايات المتحدة إلى الدخول في مواجهة مع إيران لذلك ليس في وسع أمريكا الآن أن تفعل الكثير لأن رؤيتها مختلفة ومقاربتها مختلفة فيما خاص التعامل مع إيران الآن ملحم المنتظر من الجولة السابعة لهذه المفاوضات سيما وإذا ما أخذنا الموقف الإيراني قال أنه لن ننطلق من حيث انتهينا كون كل ما سبق هو مسودة كان أولا إذا أردنا الحديث بشفافية لا يتوقع الكثير من الجولة السابعة من هذه المفاوضات أعتقد بأنها هي جولة استكشافية حكومة الرئيسي تريد استكشاف نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وضع الحكومة الأمريكية على آلة كشف الكذب أيضا أمريكا تريد استكشاف نوايا الحكومة الإيرانية الجديدة وبالتالي هناك ثلاث سروط وضعتها الحكومة الإيرانية حقيقة قبيل انعقاد هذه المفاوضات الشرط الأول هو تعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن الخسائر التي لحقت بإيران جراء انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018 وفرضها عقوبات على إيران نقطة ثانية هي تقديم ضمانات واضحة فعلية من قبل الحكومة الأمريكية بعدم تكرار ما حصل عام 2018 إما عبر اتفاق من الكونغرس الأمريكي أو عبر استثناءات لبعض الشركات العالمية من العقوبات في حال نقضت الولايات المتحدة الأمريكية لأي سبب كان هذا الاتفاق خاصة بأن هناك ترجحات بعودة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة نقطة ثالثة حقيقة هي رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل عن إيران طبعا قضايا الأخرى حقيقة غير مطروحة بالنسبة لإيران على طاولة البحث وهي أيضا مرفوضة للنقاش في الأساس كحضور إيران في المنطقة برنامج إيران الصاروخي وبعض القضايا الأخرى التي طرحت في زمن دونالد ترامب هذه الشروط الثلاث في الحقيقة هي التي تطرحها إيران وأعتقد بأنها ستكون عقبة كبيرة في الجولة السابعة من المفاوضات لكن لا أعتقد بأنه سيعلن عن فشل هذه المفاوضات خلال هذه الجولة إنما سيكون هناك حقيقة جولات أخرى لإستمزاج ربما إنجاز لنا التعبير آراء الأطراف والتقريب من وجهات النظر. قاسم عز الدين لماذا حصلت زيارة مالي وأيضا ماذا عن أتباع اسرائيل يعني أنا يحدوني انطباع أن الولايات المتحدة أن إدارة بايدن مجبرة على ليس توقيع اتفاق لا في الجولة السابعة ولا في الجولة الثامنة لكن مجبرة على التعاطي مع الملف الإيراني بالحد الذي ترتضيه إيران وأساسها يعني مسألة العقوبات. يعني أكبر ما يمكن من العقوبات المسألة الثانية الخزينة الأمريكية والمعاملات البنكية الولايات المتحدة ليس لديها خيار هي تتعامل وتفرض نفسها كبطة عرجاء. بمعنى أنها لا تستطيع أن تقدم لإيران أنها دولة تضمن تعهداتها وتوافق على تعهداتها لكن بنهاية المطاف الدولة البطة العرجاء إذا كانت هي مدركة أنها بطة عرجاء فعليها أن تقدم تنازلات وأنا بتقديري أن الإيران تضغط الحد الأقصى من الضغط لكي تثبت لأمريكا بشكل خاص أن عليها أن تغير سلوكها فإذا شاءت أن تكون غير قادرة أن تكون دولة عظمى ودولة كبرى تتعهد وتوقع على اتفاقيات تقدر أن تضمن عليها أن تغير سلوكها ومن ناحية أخرى أنا لا أعتقد أن إيران يعني هي تسعى إيران دولة برغماتية وتسعى إلى مصالحها ولا تريد يعني ولا تطرع على نفسها أن تقضي نهائيا على الولايات المتحدة لكن تريد أن تقيم علاقات ندية متكافئة تقدم من خلال المفاوضات المصلحة الإيرانية ولها باع طويل في هذا المجال وتقديري أنها ستنتصر على هذا الصعيد آجلا معاجلا دكتور عباس هل تمت علاقة بين كل ما يجري في الداخل على المقاربة الإسرائيلية للملف النووي الإيراني بشكل سريعي يعني دقيقة ما في شك شهدنا تبادل اتهمات بين نتنياهو وبين بنيت على الموضوع ربما أكبر صورة تلقص الموضوع هو أن القول بأن بنيت عندما تولى رئاسة الحكومة اكتشف مفاجأتين المفاجأة الأولى هو أنه لا يوجد خيار عسكري فعال ضد إيران وهذه ضربة هذه انتقاد كبير نتنياهو والخطوة الثانية هو أن وجد إيران قريبة جدا من العتبة النووية وبالتالي هذا اعتبر ردا على استراتيجية نتنياهو التي اعتبرت أنها مفلسة الحكومة الحالية تغير مقاربتها في التعامل مع الأمريكيين بعد أن كان نتنياهو يوجد انتقادات علانية السعي الآن في الحكومة الحالية أن يكون الانتقاد داخل الغرف المغلقة وهذا ناتج عن تباين حقيقة بين نظرة بنت وشركاء في الإتلاف الحكومي وبين نظرة المعارضة للموضوع ملح مرية في قلق بالداخل الإسرائيلي أرق كما وصف قاسم عزدين اليوم هذا الضغط على إسرائيل هل هذا يجعل إيران تنظر بجدية أكثر إلى تهديد إسرائيل في الحقيقة بالنسبة لإيران كل هذه التهديدات الإسرائيلية بشن هجمات مباشرة على المشآت النوية الإيرانية ما هو إلا استعراض ومسلسل متكرر لم تتجرى إسرائيل يوما بالقيام بهذه الفعلة بالرغم من أن الظروف كانت مؤاتية أكثر في زمن جورج دابليو بوش والحرب ضد ما يسمى بالأرهاب وأيضا بعد الكشف عن برنامج النووي الإيراني في عام 2004 إيران لم تكن بالقوة التي هي عليها الآن وكذلك ظروف المنطقة لم تكن في مصلحة إيران كما هي عليه الآن كذلك في زمن دونالد ترامب لذلك من المستبعد أن تعطي الحكومة الأمريكية الحالية الضوء الأخضر لإسرائيل إسرائيل لا تتجرأ على القيام بهذه الخطوة منفردة لأنها تعلم بأن الرد سيكون مدمرا كما ذكر بالأمس قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني وبالتالي هذه التهديدات ما هي إلا محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قبيل المفاوضات في فيينا للضغط على إيران في المقابل للحصول على امتيازات ربما من إيران وأيضا تقييد البرنامج النووي أكثر أو ربما إفشال الاتفاق النووي كما تريد إسرائيل في نهاية المطاف أنهي مع قاسم عز الدين بشكل سريع هذا القلق أو هذا الأرق كما سميته كيف سينعكس على العرب الأتباع العرب على الملفات على المنطقة وما أمامه من خيارات لتخفيفه أين ممكن أن تذهب بشكل سريع بدأنا نرى تداعياته بهجمة عربية على سوريا على اعتبار أنها تطمح بإيجاد موطئ قدم وكأن سوريا ملصقة تلسيقا خفيفا بالعلاقة مع محور المنقاومة على أي حال التراجع الدول العربية لما قبل 2011 له دلائل وهذا نتيجة الأرق الإسرائيلي ونتيجة التراجع الأمريكي بنهاية المطاف أعلى ما في خيل أمريكا وإسرائيل هو ما شهدنا في مناورات البحر الأحمر علما بأن البحر الأحمر ليس منطقة لا أمريكية ولا إسرائيلية ولا خليجية لهم كلهم لهم وجود لكن بالمقارنة مع المناورات الإيرانية من باب المندب إلى المحيط الهندي هنا نرى هو الشاسع بنهاية المطاف إيران الآن دولة نووية هي تملك قنابل نووية في ديمونة وهي قادرة أن تستخدم هذه القنبلة النووية إذا احتاجت لكن على الصعيد الآخر الولايات المتحدة وأمريكا لا تستطيع أن تشن عدوان ممكن أن يجر عليها الضربة الأولى قد تكون يعني وأنا استبعد حتى الضربة الأولى يمكن أن يخربوا لكن الضرب بنهاية المطاف إيران ومحور المقاومة هو الذي يملوك الرأي الأخير والرأي الآخر كل الشكر لك قاسم عزددين الشكر موصول لعباس إسماعيل وأيضا ملح مرية شكرا لكم جميعا على المشاركة في قضية اليوم والشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدين على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر